اهلا بنات كيفكم ان شاء الله تمام فلوغ اليوم عبارة عن جولة تسوق سريعة بالسوبر ماركت المنتجات الصحية رح استخدمها الوصفات اللذيذة اليوم ويلا نبدأ اول قسم رح ندخلها الخضار والفواكه انا مو مرة مع التفاح بس كثير اسمع عن هذا النوع من التفاح اللي يكونوا بعلب تكون حجمها صغيرة فاخدت الحجم الصغير 3 حبات بس صراحة شوي سعرها غالي الفراولة حصلت عليها خصم صراحة ما قدرت اقام النوع هذا من الفراولة مرة مرة لذيذ بس انتبهوا انه ما يكون فيه عفن او يكون فيه خراب ونفس الشيء بخصوص التوت التوت هذا مرة لذيذ بس ساعات لما اخذ يكون طبقة اللي تحت فيها عفن فانتبهوا من هالناحية من اكثر اشياء اللي احبها بالسوبر ماركت الصباح قسم الورقيات تكون توها جاية فتكون فرش طماطم الكرزية صراحة مرة احبها وحصلت هذا النوع الجديد الوان مرة تفتح النفس احسا تكون حلوة على طبق الفطور او السلطة وخلصنا من الخضر وفواكه ونروح القسم الثاني ساعات ما يكون لنفس اسوي فطور فاحتاج شيء يكون سريع وصحي بنفس الوقت فالخيار المثالي بها ذاك الوقت اني ااخذ شفان الشفان النوع اللي استخدمها دائما ما حصلتها فاخدت هذا النوع احب اضيف عليه الحليب الموز والبينت باتر بعد نفس الشيء مرة لذيذة تطلع وقعد ادور على البينت باتر اللي استخدمها اللي هي من جودي تكون طبيعية بدون اي اضافات بس للاسف ما حصلت حصلت هذا النوع بس وراح نروح على القسم الصحي راح نشوف المنتجات الصحية كنت قاد ادور على جرانولا بس امانة في بعضها تكون فيها فواكه انا ما احب الفواكه بجرانولا ابدا وبعضها تكون صراحة اسعارها مرة غالية فقررت ان اسويها بالبيت معاكم هذه البسكوات كثير اشوف حسابات صحية تستخدمها واضيفها على وصفات حلا امانة انا استخدمت الشكراتة كان مرة لذيذ واللي حابون الويسكوات يكون مغطة بالشكراتة جربوا هذا للنوعين مرة لذيذة في منها دارك وفي منها بالحليب مرة لذيذ انا اخدت هذا حتى السعرات اللي فيها اتوقع انها كانت كويسة يعني 46 الحب الوحدة وجينا على قسم البروتين بار امانة انجربت اكثر من نوع وما حبيتها حبيت بس نوع واحد كان وسكوات بس للاسف ما حصلتها هنا اذا حصلت رح اصور لكم مرة لذيذ جربوه من الحلوات اللي جربتها بقسم الدايت ومرة عجبتني حلوات ارض الطبيعة جربت من عندهم اكثر شي بس اكثر شي حبيتها كعكة الارز حقهم اللي يكون دارك شاكلت وبعد جربت من عندهم الوافل مرة مرة لذيذ الذ وافل جربتها واخر شي عندنا من قسم الدايت شاهي الماتشا حبيت ان كيف عندهم مفرينة بودرة ومفرينة كابسولات اذا انتو تحبون وحتى بعد اوراق شاهي اتوقع فانا اخدت البودرة ومن قسم الدايت رحت على المكسرات احتاج شوي مكسرات نية الوصفة اليوم اخدت اللوز والجوز تقدرون تستخدمون اي نوع المكسرات انتو تحبونها واخر شي عندنا الوصفة اليوم الفواكه المثلجة تقدرون تشترون اي نوع فواكه تحبون وبنفس الشي تبدرون تسويها بالبيت مو ضروري تشترونها بس انا فضلت اشتريها واخذت لتوت المشكل اهم شي عندنا المكونات ركزوا على انها ما يكون في اي اضافة بس الفواكه اللي نحتاجها وبكذا نكون خلصنا جولتنا ورح نروح على البيت نسوي مع بعض الوصفات اللذيذة اول وصفة عندنا رح تكون القرانولا رح نحتاج الشوفان ورح نضيف عليه المكسرات عسل واخر شي رح نضيف الزيت جوز الهند ورشة ملح ممكن تستغنون عنها ورح نقلبهم زين ورح نوزحها بصينية وعلى الفرن لما تتحمص عندنا وتطلع معانا بلون حلو والسموثي رح نحتاج الفواكه واضفت عليها موز مثلج اخر شي رح نضيف الحليب ونخلطهم زين لما تطلع معانا بهذا القوام المفروض يكون قوام السموثي اثقل شوي او مثلج اكثر بس للاسف الخلاط عنده شوي ضعيف فاضطرت اضيف شوي حليب زيادة المفروض ان الكل كوب فواكه ثلث كوب حليب بس طبعا التزيين اختياري انا هنا زينتها بالقرانولا اللي سوناها مع بعض تشوفوا كيف طلع اللوم مرة حلو زي انتهى برشة جوزهند وفواكه اضيفوا الفواكه اللي تتحبونها مرة حبيت القرانولا مع سموثي اكثر من الزبادي وخاصة الاجواء هاليومين احسها باردة وتسرسح والحلو انه ما فيها تأني بضمير فمرة مرة انصحكم تجربونها وبكذا نكون وصلنا لهاية الفلاق اليوم ان شاء الله يردكم اعجبكم واستمتعتوا معاي واشوفكم فلاقات الجاية ان شاء الله اشتركوا في القناة